على ارضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات شوطنا الثامن اعلنت انطلاقة في هذه اللحظات لحظات ما بعد انطلاقة واندفاعة هذه الاسماء على ارضية هذا الميدان بحثا عن نواميس هذا الشوط مباشرة الى المراكز اللولى اتقدم مع الشاهينية حميد بن مبارك السعيد من ينطلق ويقدم الشاهينية على المركز الاول مباشرة القادمة على المركز الثاني محمد بن ناصر بن علي بن سرود الخليل القادمة على المركز الثاني والمركز الثالث هذه اللي وصلت شقرة ناصر بن علي بن ثلاب الهاجري قادم مقدما شقرة على ثالث المراكز والمركز الرابع من الجانب الآخر بناخذ المركز الخامس شوق القادمة عتيج من مطر بن حسن القبيس القادم على المركز الخامس والمركز السادس هذه اللي وصلت الناوية حمدان حمدان بن سعيد الحميري من يقدم الناوية على المركز الخامس تتسلل في هذه اللحظات المركز السادس هنا الوصول من الضبي أحميد بن هاشل بن خاطر الشامسي قادم على المركز السادس وسبع المراكز مجاد عبيد بن محمد بن سالمين العامري وشعار بن دري القادم في هذه اللحظات على المركز الثامن يتواجد مع انطلاقتي وتحدياتي القادمة في هذه اللحظات مضمون محمد بن سالم بن دري الفلاحي والشعار الأهلاوي قادم مقدما دلمة محمد بن يوسف بن غادم أهلي القادم في هذه اللحظات وكذلك أوزان خميس بن سليم براشد العويسي المركز العاشر نأخذ المركز العاشر والقادم الفائز حمدان بن سعيد بن لويهي الدرعي هكذا هي النتيجة للعشر مغادرتنا للثنين كيلو متر نتابع الأسماء نتابع الشعارات في الكادر السفلي على قنوات بير اسنج الناقلة لهذه الأحداث لمهرجان يكسبوا عشرين عشرين أعود إلى الصدارة والسعيدي هو السعيد حتى هذه اللحظات يقدم الشاهينية حميد بن مبارك السعيدي يتقدم على المركز الأول المركز الثاني النوية القادمة على المركز الثاني حمدان بسعيد الحميني القادم مع النوية على المركز الثاني والفائزة حمدان بسعيد بن لويهي الدرعي القادم والشعار الأهلاوي مع دلمة محمد يوسف غانم أهلي قادم في هذه اللحظات المركز الخامس شوف القادمة الضبي حميد بن هاشل الشامسي القادم على المركز الخامس والمركز السادس هنا قدوم من شقرا ناصر بن علي بن ثلاب الهيري وشعار بن سرود على المركز الثامن من القادمة هنا من بشرة محمد بن ناصر بن علي بن سرود ما شاء الله بن دري بن دري قادم الفلاحي في هذه اللحظات محمد بن سالم بن دري الفلاحي يقدم مضمون قادمة في هذا المسار وسمح عبد الله بن مربع سعيد بن حلوة قادمين هالي الخوانيج كذلك القدوم من شواهين سالم بن صالح بن خلفان الاغفلي قادرنا لوحة الكيلومتر الأخير أعودي للصدارة إلى الناوية اللي ناوية بن ناموس لها لي المرموم حمد بن سعيد الحميري طار بهذا شوط محلقا مع الناوية 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 هذا مكتشف شنذارة ولكن ولكن شوف شواهين انطلقت كالشواهين سالم بن صالح هنا الاغفلي قادم في هذه اللحظات سالم بن صالح الاغفلي لا تغفل عنه لنبي طير بهذا شوط هنا الضبي احميد بن هاشل الشامسي القادم والحميري قادم وكذلك اوزان خميش بن سليم لعويسي قادم مع اوزان ولكن لاغفلي الله يا لاغفلي من يقدم شيء من الشواهين شيء من الشواهين اللي طايرة اللي طايرة هصائلة وجايلة على أرضية هذا الميدان صالح بصالح سالم بن صالح بن خلفان اغفلي ما شاء الله الى اللبس على مضن بنسلم الى اهالي اللبس يا ابو صالح تسلم منك وفلي معل تحتفل اليوم مع ميدان المرمون بهذا الانتصار المركز الثاني اللي وصلت الضبي لحميد بن هاشل الشامسي المركز الثالث وزان لخميش بن سليم بن راشد لعويسي والمركز الرابع المركز الرابع دلمة لمحمد يوسف غانم اهلي المركز الخامس المركز الخامس الضبي محمد بن سعيد بن علي بن ناصر المسعودي ما شاء الله تبارك الله شواهين مع الاسف ما شاء الله اتت هنا متقدم الكل في شوطنة ثامن خمس دقائق ثمانية واربعين تسعة اجزاء من الثانية تهانين والنموس لسالم بن صالح بن غلفان الاغفالي المركز الثاني خمس دقائق الضبي حميد بن هاشل بن عبدالله بن خاطر الشامسي منقدم الضبي خمس دقائق اربعة وخمسين جزين من الثانية المركز الثالث وصلت اوزان لخميش بن سليم بن راشد العويسي توقيته الزمني لاوزان خمس دقائق اربعة وخمسين ستة اجزاء من الثانية تهانين والنموس